غنوة كيف يمكن أن ننقل كل التفاصيل المتعلقة بهذه المشاهد؟ الصورة بالتأكيد تحكي وتؤشر أكثر من الكلمات لكن ما خلف هذه الصور أيضا؟ طبعا نريد أن نحدث بأنه قبل قليل كان هناك غارة جديدة على ضحية بيروت الجنوبية تحديد الأماكن بات صعب بعض الشيء بسبب كثافة الدخان وكما ذكرت هناك مشاهد لحرائق تندلع أكثر من مكان استهدف في ضحية بيروت الجنوبية كان هناك ستة مراكز الإسرائيليون طلبوا مغادرتها ولكن أقله كانت قد كصف عشرين موقع تم استهدافه خلال تلك الغارات هذه الغارات سلسلة الغارات بدأت تقريبا بعد ثلاث ساعات من استهداف المركز القيادي لحزب الله في حارة حريك لتبدأ بعدها موجة تلك الغارات والتي كان هناك حديث أيضا عن مشاركة بوارج من البحر في عملية القصف طبعا أصوات الغارات شدة الغارات تسمع بكافة المناطق المحيطة في ضحية بيروت وأيضا مناطق بعيدة تعتبر بعيدة بعض الشيء يصل صداها إلى تلك المناطق في أيام الماضية عندما كان هناك غارات تستهدف قياديين في حزب الله لم تكن تسمع كانت دقيقة ولم تكن تسمع في المناطق المحيطة في ضحية بيروت الجنوبية ولكن اليوم هذه الغارات تسمع في المناطق بعض المواطنين تحدثوا عن ارتجاج في منازلهم خاصة خلال سلسلة الغارات على مركز القيادة كان هناك تنبيه للسكان المدنيين بمغادرة بعض النقاط ولكن هذا التنبيه لم يكن كافي كان هناك فترة ربع ساعة إلى عشرين دقيقة بين التنبيه وبين الاستهداف لذلك بعض العائلات تتحدث عن محاصرتها وعدم تمكنها من مغادرة الضحية وبوقت آخر كان هناك عدد كبير من الذين غادروا البعض بسياراتهم توجهوا إلى مناطق شمالية والبعض الآخر سيرا على الأقدام إلى مناطق مفتوحة في بيروت حتى الآن لا يوجد مراكز لإيوائهم ولم يتمكن من التوجه إلى مراكز إيواء بظل الحديث عن امتلاء مراكز الإيواء توجهوا إلى مناطق مفتوحة مثل ساحة شهداء القرنيش يعني الروشي المنارة ملعب النجمي يتوجهون إلى تلك المناطق طبعا هناك صعوبة بدخول سيارات الإسعاف وسط الغارات إلى ضاحية بيروت الجنوبية شاهدنا أنه تم نقل بعض المدنيين إلى مستشفى رفيق الحريري ولكن بطبيعة لها هناك صعوبة في العمل طيب غنوة للمشاهد العربي عندما نتحدث عن الخروج والإخلاء والنزوح يعني ما حجم هذا الإخلاء في ضاحية بيروت الجنوبية؟ يعني ضاحية بيروت الجنوبية معروف أنها منطقة مقتضة بالسكان يعني نحن نتحدث عن الألاف في الفترة الماضية بعض السكان كانوا قد نزحوا فعليا وذهبوا إما للوقاء في منازل أقارب أو لاستئجار بيوت ولكن من نزح الآن وخاصة في ساعات الصباح الأولى سيكون من الصعب له التوجه حالا إلى أو إيجاد مركز إيواء أو منزل بشكل فوري لا نعلم يعني بطبيعة الحال سيكون عدد كبير منهم بحاجة لمدارس أو لمؤسسات تفتحوا الدولة علما بأنه كان هناك مراكز ومدارس إضافية فتحت خلال الأيام الماضية وكان هناك حديث عن صعوبة تأمين المأكل صعوبة الإيواء أيضا على مشارف ضاحية بيروت الجنوبية هناك مخيم برجل برازني مخيم الشاتيلة هناك حركة نزوح أيضا من المخيمات الفلسطينية يعني نحن نتحدث عن فلسطينيين في ضاحية بيروت الجنوبية نتحدث عن لبنانيين وبطبيعة الحال هناك أيضا سوريين العدد كبير جدا سيكون هناك أزمة نزوح كبيرة في المناطق خارج مناطق الاستهداف علما أيضا بأن هناك تخوف كبير بأن رقعة الاستهداف تتسع شيئا فشيئا يوم أمس في الشوف كان هناك استهداف لمنزل قيلة بأن عنصر من حزب الله استأجره ولذلك هذا الأمر أيضا يخيف المناطق خارج بيروت إذن من بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل ويعطيك العافية شكرا جزيلا على المناطق التى ترجمة نانسي قنقر